اشتركوا في القناة بس عم تكون الأجواء حلوة أجواء كتير حلوة بصراحة كاتي أنا تفاجأت بأداء العالم كنت عم بحكي عن ريك تحت الهواء أداء العالم بحاجة لمتنفس من شيء اللي عم نعيشه يعني الجمهور تفاعله عم يكون كتير كتير كبير يعني أنا لأنه وكبت بطولة لبنان من سنة 2001 يعني عشت كل البطولات عشت كل النهائيات فيه يقول أنه هيدا النهائي من الأكتر النهائيات يلي عم تستقط بجماهير تفاعل مع الجمهور وبتاع في السوشال ميديا هي صارت بارت كتير أساسي بحياتنا بيبين كتير على السوشال ميديا أداء هذا التفاعل عم يكون كتير كبير والشيء اللي يمكن كمان اخترعناه خلينا نقول بالفاينل تفاعل العالم مع الصور فرجاء أداء اللبناني أول شيء كرياتيف عنده كرياتيفتي مشتبعية أداء بحب الرياضة وأداء بحب البسكتبول اللبناني وفي كتير عالم بيسألوني أنت بليه البسكت اللبناني لأنه بتاعفي نحنا إذا بدنا نقيس أنا بحكي كتير يمكن لحظتي إذا بليه البسكت اللبناني لأنه بكل بلدان العالم الفوتبول هي اللعبة الشعبية الأولى عكس نحنا نحنا يمكن نحنا وبرتوريكو وفيريبين وليتوانيا بتصور يلي البسكت هي بتتقدم على الفوتبول لأنه عنده الجمهور اللبناني نوستالجيا على البسكت اللبناني يعني بيتذكر دغري أن الباسكت عملت إنجازات للبنان يعني كان شعب اللبناني براود كان فخور بهيد اللعبة خاصة ببطولة العالم 2006 لما ربحنا عمونتخ بفرنسا وعا فانزويلا دايما الباسكت بتفشت الخلق بحس كل هالأمور بتخلي أنه اللبناني يكون قريبة كتير من هيد اللعبة بحس فيها كتير بحب يتفاعل معها والبرهان الشيء اللي عمين عيشوا نحن بالبلد بتشوفي اليوم هلأ بتشوفي عشية كل الكافي شابس بلبنان دون استثناء بكل مناطق المنية كله فل كلها جاينت سكرينز العالم عم تحضر العالم مبسوطة عم تتفاعل ونشكر الله أنا بحس شي كتير هالسي بصراحة تب شو ظروف اللعب الليلة أو شي فيه جمهور ما فيه جمهور كتير حلو هذا السؤال لأنه العالم ضاعت نحن صلنا فترة بلبنان بنعتمد إذا بدك النظام اليوناني النظام اليوناني بقول كل واحد بيلعب جمهور على أرضه يعني ما فيه جمهورين بأرض الملعب بيكون فيه جمهور واحد صاحب الأرض بيكون عنده جمهوره لما يكون فيه احتكاك بين الجماهير يعني تنقول رياضة بملعب الرياضة بيكون فيه جمهور رياضة بملعب بيروت بيكون فيه جمهور بيروت الايكافي اللي صارت بالنسبة لجمهور الرياضة هو بملعب الرياضة يعني الرياضة لعب بمدرجات فادي بآخر ما تشين لقلو من دون جمهوره بيروت ما دخلوا بهذه القصة يعني بيروت عنده جمهور ومثل معرفة من مبارح يعني من بعض الظهر مبارح فول الملعب ما فيه بأولة تيكت يعني اليوم رح يكون فيه فول هاوس يمكن الأكبر بهيدا الملعب بالذاته أنا أكيد أنا أكيد لو الملعب لو عمي اللعب مثلا تقول بمجمع أنه هاد نوفر بزوء مكلا لأنه بساعة 8000 أو 9000 متفرج كان أكيد انتلى كان أكيد انتلى لأنه فيه جمهور كتير إذا بدك متعطي جمهور حيادة يعني اليوم نحن بنعرف أنه في أندية تاريخية يعني في أندية عريقة بلبنان عندها جمهور مثل الحكمة مثل الرياضة هودوا بعد النظر النهاية هولي هولي أورادي عندهم جمهور بس اليوم مثل مثلا شفنا بيروت بأنه بيروت ما صر له فترة طويلة بالفرس ديفيجن عم يبني جمهور وعم ياخد كتير من الجمهور المحايد يلي هو بحب كرة تسلي بس هيدا الجمهور منه إذا بدك عنده تعصب لفريق بحس أنه بيقدر يكون بهيدا الجيم مشان هيك أنا عم شوف هيدا التفاعل الكبير عم يكون ومشان هيك اليوم رح يكون فيه الإصابات أثرت على الأداء هلأ ورح تأثر للليلة يعني إن شاء الله يا رب ما بقى يكون فيه إصابات لأنه أول شيء المنتخب اللبنان عنده استحقات كتير قريبا يعني بأول شهر الجاية بآخر هذا الشهر أول شهر الجاية سوفي عنا صار هيك من المنتخب أصيب عنا وائل إنصاب إسماعيل أحمد أوكي منه من المنتخب بس كمية تعرض لإصابة لأنه التنشن زيد والباك تو باك جيمس يعني اليوم اللاعيبي بيلعبوا بالسيزن مباريات بكل الراجل والسيزن البطولة بلشت بأكتوبر بيلعبوا مباريات مش مكسفة لما نوصل للآخر بصير فيه تكسيف للمباريات وهيدا الشيء التعب بخلي يصير فيه رسك كتير سريع للإصابة يعني فيه إصابات بتجي بس من وراء التعب بيضعف العضل مثل ما صار يعني بعدنا مش مفهومة أصلا قصة واقع العرقج الأخيرة الإصابة طبعه قديم ممكن كتير كبيرة وهون بيلعب العامل النفسي يعني فيه كتير بكرة تسلي كرة تسلي اللعبة كتير واسعة ملنا بس لعبة فنية يعني فيه قصص بينحط براشر على الفريق الثاني اليوم مثلا رياضة رايح يلعب مع بيروت منه عارف وقل إذا رح يلعب ولا ما رح يلعب وهيدا من الأسلحة اللي تستعمل بالمباريات خاصة أنه عم نوصل لجيم سفن يلي هو شي نادر ليسير مش بس بلبنان بكل بكل العالم لما توصل لدي سايزف جيم هذا شي كتير حلو ونحن بتاريخ بطولة لبنان يعني الجيم سفن الفورما جيم سفن انطلق عام 2014 هيدا تان مرة تان مرة منلعب بفورما جيم سفن بس هيدا تان مرة منوصل لجيم سفن بقى بتخيل هيدا شي رح يكون أنا قلت على هوا بس خلصنا الجيم سكس قلت هيدا بونس لجمهور اللبناني وان مور جيم اللي حتى يتفاعل وينبسطوا بعد بجيم جديد لأنه تفاعلهم بالفعل على يعني مع شاشة الام تيفي عم تكون كتير حلوة والصور عم تكون أكبر برهان صحيح هلأ حكينا عن العامل النفسي فيه براشر للجمهور كمان أكيد فيه براشر من الجمهور بس فيه جماهير كاتيا عنده خبرة أكتر من غيرها يعني مثل ما فيه لعبين عندهم خبرة بالفاينل فيه لعبين بيلعبوا كتير منيح بالراجل السيزن بالفاينل بيقشتوا لأنه ما بيحملوا هيدا الضغط هيدا الضغط الكبير ضغط الطريق ضغط الشارع ضغط السوشال ميديا كله بتأثر فيه جمهور بيعرف يشجع أكتر من جمهور عنده خبرة يعني اليوم مثلا بتحكي عن عن الرياضة عم يعمل الفاينل رقمت عشرين عم نحكي من سنة 93 لليوم عم يعمل الفاينل رقمت عشرين يعني لك قد جمهوره متمرس بالفاينل الحكمي كمان يعد من الجماهير كتير بتاع تتفاعل بأرض الملعب عندك يعني ما بدي عندك يمرهم هيدا هيدا عندهم خبرة جمهور بيروت بعده ما عنده هيدا الخبرة الكبيرة بالمباراة السابقة يعني أنا رقبت حتى هذا الشيء وكتير حلو سؤالك حسيت أنه بالجيم اللي صار على أرضهم بجيم فايف حسيتهم عم يتفاعل وصاروا أفضل من أول جيمات بقى متوقع اليوم يكونوا محاضرين شيء أكتر كمان لنشوف كيف رحكون تفاعلون جمهور تيشجع فريقه معقول يعمل الضغط على فريقه بدل ما يكون عم يشجعوا هون هيدا بتصير حق من اللاعب يعني اللاعب هو أدايب يستوعب في كتير في كتير لعيبة ما بيعفوا يلعبوا بمدرجات فاضية يعني بيحبوا الضغط بيحبوا البراشر بيكون كاركتير عندهم طف كاركتر على الملعب أنه مش كل اللاعب هي صحيح بيكون عندهم سكلز باسكتبول بس هول اللاعب روح ويعني عندهم كاركتر بيلعبوا بشخصيتهم كل واحد عنده شخصية بتختلف عن تاني فيه لعيبة لما تحكيه بيعطي أكتر فيه لعيب لما تحكيه ممكن يؤشط بقى كل واحد عنده عنده الكاركتر لنشوف شو بدي يصير اليوم بكل الأحوال شو ما كانت النتيجة اليوم نتمنى يكون لعبة رياضية بمتياز إن شاء الله أكيد وبتصور هيك رح تكون يعني ما فيه خلاف أبدا بهذا الموضوع وحلو قدي قدراتي اللي عندهم إياها كمان اللعيبة الباسكت بي لبنان ده فخر لقلنا كتير سكلد كل اللعيبة عندنا نحنا إنديفجول إذا ما نطلع من قرم بالمنطقة حوالينا نحنا من أكتر اللاعبين عندهم سكلز يعني لأنه بتبلش معهم من زغر كتير يعني الباسكتبول لأنه هي فاتت كتير على كل البيوت من زمان وهذا الشيء انعكس على كل اللعيبة يلي اكتسبوا هيدا اللعب من فترة طويلة وبيبين دايما بأرض الملعب ليلة تسعة ونص على شاشة الملعب نحن بلش تسعة وربع بالمبدأ اليوم تسعة وربع رح نفتح بكير لنبلش نتواصل أكتر مع الجمهور مع اللاعبين مع الإداريين نخلي يعني متابعين أم تي في يفوتوا أكتر بالجو والجيم على بكير ومفروض الجومبول تكون على الشقلات التقريبا ناطرينك غايا سعيدا على تسعة وربع على شاشة الام تي في أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية كمانا جهد كتير كبير أنتو عملتو بهال تتوصلوا لنا كمانا هيك الباسكتبول بقوة وبحماس شكرا لك وفي هلأ أم نشعر متابع